السلام عليكم ان معظم المكالمات هي تلقائية من مختلف المدن المغربية الحبيبة ها هي من تارودان دادس وادزون اجادير وارزازات بيوغرا مختلف المدن المغربية وناس الحمد لله كاللمس فيهم قوة الامان وقوة اليقين هده هما المغاربة الحقيقيين اللي بغي يعرف المغرب العميق غد يعرف بان المغاربة انهم اناس متدينين حتى النخاع وانهم فيهم النية وفيهم اليقين وفيهم القناعة قبل قليل والرضا بما قسم الله تعالى ودائما يراهنون على رحمة الله وعلى الدعاء اربي دلنا الدعاء لانه البوابة لك تخلي العبد قاربا من ربه لماذا يدعيش الله تعالى هذا كأنه مستغني كأن الله تعالى قالي خوضش بيتي وسير بعد مني له لكن الذي يعطيه الله القليل ثم يمنعه من اشياء اخرى فيكونه مضطرا الى الدعاء ارى ما شيء لك يدعي ارى ربي اللي جابوا عنده ربي اللي اوقفك بين يديه ثم الهمك الدعاء لكي تبقى تخافض على العلاقة بين العبودية والربوبية فنحمد الله لهذه النعمة ارى حتى في الشر يكمل خير عظيم وصدق من قال العطاء من الله عطاء والمنع من الله عطائم منك منعك الله تعالى رطك عطائم دخشل منك لا غد يعطيه لك زائد واحد نعمة اخرى لانك تألمت وانك ترجيتي الله تعالى زادك الله واحد درجة اخرى عالية المنع من الله عطائم اما العطاء فهو مجرد عطاء واحد وغنبدا بالاسئلة الفقهية نزام اجادير كتقول بانها خدامة والوقت يزاحمها وملك يجي وقت الصلاة دي اللي عشاكت صليتا لعشرونس احنا عارفين اللي عشادة بالانتقل حوالي الثامنة مساء المطلوب ان الانسان يصلي الصلاة في وقتها ان الصلاة كانت من قتابا موقوطة يعني موقوط ربي عز وجل حينما يرتفع الاذان في كل مقع في الارض على مدار اربع وعشر ساعة يعني كل كل كيلومتر كل اذان جديد كل كيلومتر اذان جديد على مدار اربع وعشر ساعة كل تانية كل دقيقة كل نفس لكن هناك اذان فإذا انظرنا خارج الكوكب الارضي غيبا لنا العالم كله فيه الاذان على مدار اربع وعشر ساعة وكل منطقة لما يؤدن فيها الاذان ربنا يقف مع الملائكة الرحمن وكي يقولنا يا عباد الله حي على الصلاة حي على الفلاح توقفوا عن العمل توقفوا عن الحركة توقفوا عن الانشغال بالدنيا ينبغي ان نقف جميعا للصلاة النموذج الحي والمثالي هو كنت في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة لكي يزور البقاء المقدسة لاحظوا تكون حركة تجارية دؤوبة في مكة هناك اسواق تجارية بعضها متواضع بعضها عشوائي وبعضها فاخر سبق العالمة في مراكب تجارية كبيرة ديمول كبيرة لكن ما ان يرتفع الاذان حتى يؤمر باغلاق كل المحلات تتوقف الحركة التجارية لا بيع لا شراء لا حركة ولا سكون سوى الاستعداد للصلاة هذا في مكة المكرمة واكثر منه في المدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المسجد النبوي هناك محلات تجارية وهناك اسواق كبيرة والناس يبيعون ويشترون والحركة دؤوبة فلما يرتفع الاذان كتسمع الله اكبر الله اكبر حي على الصلاة حي على الفلاح تتعطل المصالح والكل يدب للصلاة هذا هو النموذج كي في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكالمفروض انه يكون في مختلف بقال عالم الاسلامي ولكن الايمان يزيد وينقص بحسب الافراد والشخصيات والمجتمعات وغير ذلك على كل حال اذا تعذر الانسان انه يصلي في الوقت فلا ينبغي ان يؤخر الصلاة خارج الوقت اذا تعذر علي ان اصلي صلاة في وقت مع الجماعة في المسجد فعلى الاقل ينبغي ان اؤديها قبل خروج الوقت لانها اذا خرج وقتها ماتت حتى ان بعض الفقهاء في المذهب الظاهري كالامام ابن حزم يقول لك ما كيش القضاء في الصلاة اذا خرج وقتها ماتت لن تعود ابدا فعليك ان تعوضها بالنفل لكن الفقهاء اخر يقول لك لا مازال في دمتك هناك قضاء واداء فلا لا نذهب الصلاة للعشاء هي الحمد لله رب جعلها متأخرة كاسمها الصلاة الليلية المتأخرة رب جعل وقتها يمتد الى منتصف الليل حد كل صلاة لها بداية ولها نهاية ما هي بداية الصلاة هي عند رفع الادان هذا اول وقتها ما هو اخر وقتها قبل الادان الموالي بمقدار ركع قبل الادان الموالي بمقدار ركع هذا هو اخر وقتها لكن العشاء وقتها هو عند منتصف الليل فانت كتصلم العشرونس رك داخل في الوقت وانت مكره الى كان عندك عمل وكتكسب من القد والعمل في مصلحة لك وللاخرين فلا يكلف الله نفسا الى وسعها الله يتقبل منا ومنكم اجمعين كذلك سؤال فقه للاختة مليكة من ورزازات لك تقول بان الام ديالها انها انزعات الاسنان وانها كتبضى وما كتبضى في مديالها الفم هو داخل في اركان الوضوء ربنا عز وجل يقول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فلما قال اغسلوا وجوهكم الوجه يدخل فيه الفم ويدخل فيه الانف يدخل فيه الفم ويدخل فيه الانف الاستنشاق والاستنطار والمضمضة فالفقهاء قالوا بان غسل الفم وغسل الانف هو داخل ليس من السنن بل هو من الفرائض حتى شملها الوجه والبعض الاخر قالوا من السنن اليكت هي مريضة وتخافوا ان الماء يؤذيها في ثمها بامر من الطبيب فلا شيء عليها لكن اذا كان لابد طبيب قال الامر مباح ولا خطر فيه فعليها ان تتمضمض وعليها ان رأى مسح الرأس يكفي ان المرأة اذا كان تشعر بصداع في رأسها تمسح فوق 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 المنديل فتما المسح فوق العمامة او فوق المنديل بحل مسح الجوارب اذا كان الانسان فيه اذى من رأسه فليس بالضرورة ان يمسح بالماء مباشرة رأسه يكون حاجز دياله الزف ديالها او الذرة ديالها او المنديل ديالها وربنا يتقبل من الجميع كذلك من الاسئلة الفقهية اللي اه اه ترحوها لن لفطنا من ورزم كتقول لك واحد شاب انتحر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قضية الانتحار سبحنا كنتسمعه لي كثير في المجتمع ديالنا هذه القضية غريبة عن المجتمعاتنا كنا كنتسمعه الانتحار في العالم الغربي كنتسمعه في اوروبا في كنظة في امريكا وخصوصا في السويد لهي اغنى اغنى دولة في العالم وكن فيها اكبر دخل فرضي في العالم واحسن ديمقراطية في العالم واحسن احترام حقوق الانسان في العالم واحسن مراعاة للحرية الفرضية في العالم كيف سويد وبالمقابل فيها اكبر نسبة انتحار بمعنى ان المطالب للشعوب لا ليست هي الديمقراطية وحقوق الانسان ولا هي التنمية المستدامة رهنك المطالب الروحية والإيمانية أقوى بكثير من المطالب المادية حتى أن بعض الشعوب دار وزير للسعادة وزارة كاملة تسمى وزارة السعادة وكدر واحد المؤشر واش ناس سعداء ولن نسمع مومين حنا في مغربنا العزيز نهرة الانتحار عندنا كانت غريبة نادر أن نسمع أن الإنسان انتحر ولن انتحرك نقول له عنده مرض نفسي قوي لم يتحمل ضرر دياله فوقع الذي وقع أو أنه مختل عقليا مختل عقليا فسقط من علم أو أنه احترق بالنار أو أنه شيء حال نادر لكن ما سرنا نسمعه الآن نسمع انتحار في وسط رجال الأمن نسمع انتحار في وسط رجال التعليم نسمع انتحار في وسط رجال المال والأعمال وخصوصا في وسط الشباب وهذا مقلق للغاية وهناك مناطق محددة فالانتحار أكثر من غيرها دراسة تقول بأن منطقة الشمال الشاون في انتحار زاد عن حده منه من قال بأن السبب هو تأثير هذه الساعة الجديدة الساعة الإضافية التي خلقت ارتباكا في التوقيت ودرت حالة الاكتئاب عند بعض الناس والبطي يقول بأن السبب هو غلاء المعيشة هو عدم الشغل هو ضياء البوصلة إنسان ما عرش فين غادي وكي يكره الحياة الشباب يرقى بأن ما عندهش مستقبل وكي يخاف من المستقبل فيقرر أنه يضع حدا لنفسه وهذا مؤلم للغاية كنقولوا أيها الأحباب الكرام من الأسباب لكي نحارب بها ظاهرة الانتحار رأي تقوية الإيمان في القلب رأي كلما ربطنا المخلوقات بخالقهم ضمننا أن المجتمع مستقر رأي مش دائما ضمن الحياة المادية الرغيدة رأى أغنياء وأترياء ولد عائلة كبار انتحاروا استعملوا الكوكايين والهيروين ومنهم من وقع في الشدود الجنسي ومنهم من درى جريمة نكرى ثم فر من الحياة مش دائما هي المادية كتبت تعويزنا نحن ما يعويزنا في مجتمعنا هو أن نقوي معاني الإيمان في القلوب والارتباط بالخالق واستشعار أن الله معنا الله يحمينا الله غفور إذا وقع مني خطأ أو وقع مني زل المجتمع قد لا يغفر ولا يسامح لا يهمني المجتمع ما يهمني هو خالقي والله تعالى سمى نفسه الغفور وسمى نفسه اللطيف بالعباد وعفى الله عما سلف ربنا قلق غير ندم وتوبى تكفي ويجب ما قبلها ثم أن الإنسان ما يربطش الرزاق دياله بالوظيفة ولا بالمستقبال وفي الغيخدم الرزق بيد الرزاق ربنا سمى نفسه الرزاق حينما أريد أن أحصل على قوتي فأنا لا أعتمد على جهدي ولا على وظيفتي ولا على المشغلي هذا كلها غير مسببات أنا أعتمد على خالقي اسمه الرزاق ذو القوة المتيم وكم من واحد مقراش أنا عندي أصدقائي قروا معي طفولة وصلوا لمرحل الابتدائي وخرجوا من العمل وعندي أصدقاء آخرين تبارك الله ما شاء الله قروا مزيان وصلوا لسونس والماجستير والدكتورة ونلتقي فيما بيننا أحيانا كالقادوك اللي خدوا المستوى الابتدائي والله أغنى بكثير من الآخرين اللي هم مع الدم لسونس أو ماجستير أو دكتورة صحب الشواهد في غالب أحوالهم يصيرون موظفين وعندهم أجور محدودة لكن اللي خادوا مستوى الدراسي بسيط دخلوا إلى ميدا الأعمال والتجارة والمنافسة أو تبارك الله أصبحوا رجال أعمال عندهم أموال طائلة محلات تجارية وعندهم خدام تحت أيديهم وصيارات فارغة وقدم غد العمراء كل شهر أو خير عظيم ما قراش فالقادية لست في القراء هي الرزق الرزق عند الرزاق غير قل بسم الله توكلت على الله أخرج للحياة أسير بالني وبالصدق أربي غد رزقك أكثر مما رزق الآخرين غير در النية ودر الصدق فأسأل الله تعالى هد شاب له وانتحر امتلب الله تعالى أنه يلتميس له العذر اللهم يا ربي يا كريم اغفر لنا وله اللهم لا تفتين بعده ولا تحرم أجره واغفر لنا وله بقية الأسئلة اللي اسمعناها أخونا سي سعيد من دادس اللي هو مريض در عملية جراحية للا نزهى من تانودان اللي أيضا مريضة بالرجلات ديالها والأخت خاليجة من وزن أيضا هي مريضة هالنس لهم امراض دلوح دعوة صادقة يقينية بالشفاء الشفاء أيها الأحباب الكرام له أساليب هناك الشفاء بالتطبيب أنا أملك المرض كمشي عن طيب الطبيب أربيه على المداء وعلى المدواء وكين طريقة أخرى للاستشفاء وهي الصدقة ملك الشعر نفسي بأنني مريض كنت جاء الصدقة الصدقة هي تبرئ المرض والسقم كي يجيب الليل يقول إسانا أسمع لي ما به حتى يلقى بأن الداء بدأ يختفي باش؟ غرب الصدقة وهناك ما هو أقوى أقوى من الصدقة هذا هو مراتب العلاج مراتب أدناها 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 هو الطب من اللي كان مرض كمشي عن الطبيب هذا أدناها كثر منها من اللي كان مرض كأن نخذ واحد مراتب من مالي قليل أو كثير حسب قدرتي وأتصدق بها على الفقراء والمساكين هذه مرتبة أعلى يجيب الله الشفاء وكين مرتبة أخرى أعلى ما هي؟ وهي أن الإنسان يكثر من ذكر الله الداكرين أحباب الرحمن ربنا يشفيهم في الغيب والأقوى الأقوى ما هي؟ هي الاكتر من الدعاء ربنا يحب أن يسمع دعاء عباده لأن من العلن التي أو الأسباب اللي ربي كسبها المرض لعباده لاش؟ مش لعب يشعر بالضعف ومن ثم يبحث عن القوي مش لعب يشعر بالخصاص ومن ثم يبحث عن الغني فهي مقصودة ربنا يباهي من الملائكة ركيلي ما كيمرتش ما كيسولش الله تعالى يقولك أنا عندي التقطيع الصحية أنا عندي أطباء خبراء مش نتعالج عندهم ولم نفاش هنا في المغرب أغير مش يخارج أرض الوطن هناك خبرة طبية ممتازة ويستنكف على أنه يرفع يديه إلى السماء ويقول يا ربي شافيني وعافيني الحمد لله أعطنا الله هذه النعمة أننا ندعو الله تعالى وغير الشفاء وغير الصحة وفوق منها كل الأجر والتواب والرتبة العليا في الإيمان فأسأل الله الواحد الأحد كل هذه الإخوان لطلبوا مننا واحد دعوة دي الخير قل لكم أسدى المستمعين الله يجزيكم بخير أرفعوا ما نيديكم للوحة الفاتحة لكل من هو مريض ولكل من هو سقيم هذه الساعة المباركة للجمعة كي قل فيها دعاء مستجاب اللهم يا رب العالمين اللهم إنك أنت الشافي وإنك أنت العافي اللهم كل من طلب مننا الدعاء وكل من يستمع إلينا اللهم شافينا جميعا اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم إننا نتوسل إليك بآية الشفاء الستة في كتابك العزيزة يا من قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم يا رب يا كريم شافنا أجمعين بحق قولك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرتوا فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور اللهم شافي جميع مرضانا يا رب كل من كان مريض أو سقيم أو در عمالية جراحية در نركابي در الراس در الصدر در السرطان در أمرض نفسية مرض عضوي مرض نفسي مرض روحي يا مولانا يا خالقنا يا من خلقنا من تراب يا من نقف فينا الروح يا من صورنا وقال كنت يكون نسألك يا مولانا أنت شافينا أجمعين من كل الأمراض والأسقام قلوا آمين اللهم شافينا في أسماعنا وشافينا في أبصارنا وفي عقولنا وفي أفئلتنا وشافينا يا ربنا في عظامنا وفي لحمنا وشحمنا ودمنا اللهم يا رب يا كريم شافينا من الأمراض العضوية وشافينا من الأمراض النفسية يا رب كن عنده اكتئاب أو قلق أو وسواس قهري أو غيره اللهم شافينا جميعا واشرح صدورنا للإيمان واليقين اللهم ارزقنا الحصان النفسية القوية واجعلنا قوة الإيمان واليقين اللهم واحفظنا من الأمراض الروحية كل من عنده العين والحسد والمانع والسحر اللهم حصننا بكلمة لا إله إلا الله واحفظنا بنور لا إله إلا الله وبارك لنا فيما أعطيتنا ببركة لا إله إلا الله اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم كذلك أيها الأحباب الكرام هناك من طلب الدعاء لوالديه وهذه نعمة كيف يدفن والديه وكينساهم كم من واحد دفن والديه وتفكره في الأيام الأولى في الأسابيع الأولى في الشهر الأولى وبعد ذلك نساهم كأنهم غير موجودين وهذا خطأ فاضح الأمود دينا لابد أن نتذكرهم على الأقل كل يوم جمعة يوم جمعة تذكرة للوالدين وللأجداد والأحباب الذين انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء لابد أن ندعو لهم الرحمة والمغفرة والرضوان رأى الأمود دينا في قبورهم حتى ممدني ديهم كيتسنهم من الصدقة وكيتسنهم من الدعاء كيلي كيتنسا حتى وحن ما كيسول فيه كيبقى هكذا من هار مات حتى اليوم القيامة وكيلي لولد المرضيين المرضيات كتلقى كل يوم يستفتح له في قبره فيأتيه الملك ويقول له هذه صدقة من ابنك فلان هذه دعوة صالحة من ابنتك فلانة هذا عمل صالح من حفيدك فلان وكتجي دك الخير في القبر ديالو وكيلقى دك الميت كل يوم يصعد درجات فيقول يا ربي أن لي هذه الدرجة صعدتها كيقل من صدقة ابنك أو من دعوة ابنتك أو أحد أقاربك فلنستثمر أيها الأحباب الكرام هذه النعمة قال لي عند الولدين ديولو ألساهم هذه فرصة نتذكرهم لعند الأجداد الأعمام الأخوال الأحباب وكلمة للولدات وكلمة للحفادة رب العالم بالجميع ندعو لهم الرحمة والمغفرة اللهم يا رب يا كريم يا حنان يا منان نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن ترحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب هذا يوم جمعة يوم معظم يوم المكرم يوم التراحم هذا يوم المزيد ولدينا مزيد هذا اليوم ليوم القيام ربي قد اجمع في العباد ويقابلهم مباشرة بغير حجاب هذا يوم المزيد اللهم يا رب جميع أمواتنا ارحمهم رحمة وسعة اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اجعل قبورهم مزار للملائكة اجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم اجعل في قبورهم نور وعن أيمانهم نور وعن شمائلهم نور ومن فوقهم نور ومن تحتهم نور ومن كل جوانبهم نور اللهم أدخلهم الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب وأنحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين قلوا يا أحبابنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم كذلك الأخت للا نزهى من ترودان كتقول بأن مثلها واحد لولي جد وكان بقى الصغر في السن للا نزهى هاد الأطفال الصغار اللي ماتوا في الصغر هادو كيتسموا كيتسموا ودائع الرحمن ودائع الرحمن ربي استودعهم قال لي مات لم يبلغ الحلم طفل صغير احتل كي يبلغ هاد كل مرفوع عنده القلام إذا مات في هذا السن هادك معني لا حساب ولا عقاب ولا عتاب هادك تسموا دائع الرحمن هادك وديع ربي احتتا عنده وكي يعطي الله وحد المقام الشريف أنه يكون سببا في إدخال أمه وأبيه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب وفي رواية أنه يدخل سبعين من أهل بيته إلى كان من أصحاب اليقين والإيمان فربي عز وجل كل ما يفعله في خير ورحمة فأسأل الله تعالى أن يرحم يرحمك بهذا المولود هو مرحوم هو لا يحتاج إلى الدعاء هو مرحوم الأطفال الصغار رفع عنده القلب لا حساب عليهم ولا عقاب ولا عتاب يدخلون الجنة من أبوابها الثمانية حيث ما شاءوا وهم أول من يفتح لم أبواب الجنان فالله رحمنا ورحمك به يا ربي يا كريم وكان اختم بواحد سيدة لهذه الأسبوع مثلها البنية ديالها عندها خمسة عشر سنة وعند البنية عندها الله يسترنوى إياكم وحد المرض الكبد شعرق فاجر لها في الكبد وكان سببا في وفتها الأم تبكي بالليل والنهار يالله دمت أيا معدودة وتسألكم جميعا الدعوة لها بالرحمة والمغفرة وللأم بالصبر لأنه صعيب لما كيموت الأطفال الصغار ترث من الكبد يحترق فنسأل الله تعالى هذه الشابة ذات الخمسة عشر ربيعا اللهم يا ربي اجعلها عندك عروسة يوم القيامة يا ربي ارحمة رحمة واسعة واجعلها من عرسان يوم القيامة لأنه يوم القيامة كي تسمى هناك زفاف زفاف أهل الجنة زفاف أهل الجنة كل من يدخل الجنة عازب لم يتزوج ربنا عز وجل يبدأ له أي أول أيام الجنة كتبتا بعقد عقود قيام وزفاف ميمون للعزاب والعازبات وكي تجمعوا العائلة والأفرح واللي كي نظم لهم الفرح هو رب العالمين يقول لهم الله تعالى لن أحرمكم مما ضاع لكم في الدنيا فكي يبدأ في اللول بالنعيم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولدينا مزيد فاللهم يا ربي ارحم هذه الشابة جعل في قبرها مدورة واسقها شرمة ماء من حوض النبي الكريم واجعل تمر على السراط مرور البرق الخاطف واجعل ممن تتقبله الملائكة وتقول لها سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين وارزق أمها الصبر وارزق أمها السلوان وارزق أمها الرحمة والمغفرة والتواب آمين آمين أيها الأحباب الكرم لا ينمغي أن ننسى حنا كبشر عدنا صعوبة في الحياة عدنا ضغوطات عدنا كروب عدنا قلة رزق عدنا أمراض نفكروا ش هكذا تفكروا بأن لدنا رب اسمه الرحمن اسمه الرحيم الفرق بين أولياء الله وبين عموم الناس الناس في تفكير ديانهم من يفكر في الصباح يقول لك عندي أزمة اقتصادية عندي أزمة مالية عندي أزمة سكن خاصة نكادة عندي ديون أولادي مراد الراجل قبيح المرأة عنيدة المضعية متأزمة هكذا كيفكروا عموم الناس لكن أهل الله كيفش كيفكره كيفك في الصباح الباكر كيقول عندي الله عند الله رحمن عند الله رحيم عند الله كريم عند الله غفور عند الله لطيف بالعباد يكفي كلمة الرحمن الرحمن على العرش استوى أن الله تعالى يتدخل في شؤون حياتك ويصلحها كلها لإصلحها ربي رحمك ولي ربي ما اصلحاش ره يباهي بك الملائكة يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي دعوني وهم عندهم يقيم بأنني قادر على أن أصلح شأنهم وأرفع مقامهم ولكنني أتأخر عنهم في الاستجابة لكي أختبر إيمانهم وشو ما كي عبدوني حبا فيي أم أنهم كي عبدوني طمعا فيما عندي فالكي يعمد الله طمعا فيما عندي يقولي هاك خون سير روح لكن الذي يعبد الله تعالى حبا فيه يقول يا ملائكتي انظروا سوف أمنعهم من رزقهم من صحتهم من سعادتهم وسوف ترون بأنهم سيظلون زهادا عبادا متمسكين فاللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم حبب إلينا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا يا رحمن يا رحمن يا رحمن إرحمنا يا رحمن يا رحمن إرحمنا في الدنيا وفي الآخرة إرحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة